المناسبة يقولك المحلل بتاع التحكيم ده أصبح يهاجم وينتقد أكتر كمان من الحكم اللي في أرض الملعب يعني الحكم ممكن ياخد قرار ويروح بيتهم خلاص آه هيتهاجم شوية وانتقد شوية بس المحلل بقى يفضل يقولك فاكرة كابتن جهاد لما قلت على الكورة بتاعة الأهلي ولا الزمالك السنتين اللي فاتوا دول حصل إيه تفضل طويل وقت تحت الضغط ده الضغط ده ما بيأثرش معاك في حاجة ما خلاص يا كريم انت عيشت حياتك يعني عشرين خمسة وعشرين سنة في الضغط آه لما زود كمان عشر سنين كمان في التحليل وانت في الضغط لا عشر سنين من كده أنا بقولك يعني طبيعي طبيعي والجمهور على فكرة انت بات متعود عليك طبيعيات الجمهور والناس بتتكلم طول الوقت بتتكلم عشين فرقته وبغض النظر بقى عن القرار صح القرار خطأ كل واحد بيكلم على لون الشت بتاعه لكن همد الكلم في تحكيم ولقطة تحكيمية وما فيش فاعي هسألك سؤال انا ما فيش حكم استضافته هنا ولا مسؤول في لجنة التحكيم الا لازم يقولي الناس اللي بتحلل التحكيم الناس اللي بتحلل التحكيم هم اللي عملي المشاكل الناس اللي بتحلل التحكيم هم اللي بيعملوا التعص والناس اللي بتحلل التحكيم هم اللي بيعملوا او بيطلعوا اخطاء للحكام لما بتسمع الكلام ده بيبقى رائع في ايه بص يعني انتوا متهمين ده يعني لو أنت و أنت كحاكم كنت متهم و لو أنت محلل بيتمتهم هو طول الوقت إحنا متهمين حاكم سحب مهتهم كنت محلل متهم بصة كريم طول ما أنت حضت في اعتباراتك أو في قرارات نفسك سواء أنت كنت حاكم أو محلل أن أنت اللي بتشوفه بتقوله و عندك اللي تشوفه بتقوله برضو عن طريق علم عن طريق محددات للتحدة و لحددتها اعتبارات واحد اثنين ثلاثة اربعة الحاجات دي كلها بتقدي للقرار الفلان وبالتالي انت بتوش حاجة من دماغك أو بتقول حاجة من خبراتك بس مش قصة خبرات انت لأتي كاس عالم ولا لأتي خمسة كاس أمم ولا دي مش دي مش دي قصتنا برضو لكن في علم التحكيم بقى دلوقتي معترب بيه في كل أنحاء العالم علم وبالتالي لما تتكلم تتكلم على لقات تحكمية تتكلم على مجرد أولا من ألوان الفرئتين من اسم الحكم ممكن حفكر الحكم دي بحبيبي وصحبي واخوية ومن كلامه مبارح هو لسه مدواصل معاه لكن ساعد التحكيم وساعد اللقطة كل ده بتتركين على جنب زي ما يكون بتحكم في الملح وبالتالي انت بتقول رأيك في اللقطة تحكمية مش جعب الحكم ولا شخصة الحكم ولا اسم الحكم ولا اسم ولا المين ولا العالمين لأن الحكم ده فكرة بتهاجم في كتير يعني على الفرقة كبيرة على فرقة صغيرة مش تفرق انت كنت حكم وانت بتحكم برضو ما عندكش اعتبارات خلي بالك انت هتحكم على فرقة كبيرة ركل الجزاء أو ركل فرقة كبيرة تظلمها فالكلام ده كان موجود انت بتحكم طيب انت وانت بتحكم زي اللاعب زي المدرب ليك اخطاء يعني ما فيش حد ما فيش حكم في العالم احسن حكام العالم اساطير حكام العالم اكيد عندهم اخطاء لما بتروح البيت وترجع نفسك تقول لي اي انا كنتش مفوضة غلطة الغلطة دي او يعني الغلطة دي ازاي ما شفتهاش كمحلل بقى في لقطة حللتها في مرة وبعد شوية بعد ما خدت فيها قرار تحليلي يعني قلت والله القرار ده كان صحيح او خاطئ بس انت في الاخر طلعت انت خاطئ هل ده حصل معاك في التحليل بصوا ما حصلش بصورة بصورة مباشرة يعني القصة مش على حلقتها معينة بعينها لكن انا من نوع اللي بي ايه مجرد ما بيخلص الفقرة التحكمية بتاعتي ما بيسيبهاش كده ايبا عندنا موقع بنبعث الحالات لان حالات كلها بقطة معايا وعلى طب بتاعي كل حالات المطشاط انا معايا ملف كامل للدور المصري ملف كامل لكاس ام افريكا اللي فاتت هاي فعندي كل حاجة بيديتها بتاعتها ماشي وطول وقت بتتعلم وطول وقت بتطور من نفسك هاي فبتبعت احيانا اللقطة بتبعتها جدل كبير بتبعت لمين في موقع زو تلك الريد فيفا فيفا ريد ديها موجود في كل محلل عالم حكام حكام ومحاضرين وعضائي حكام اتحاد دولي كل دون موجودة في موقع واحد فبتاخد رأيهم تخط اللقطة من تتخطش رأي حد انت كل بيحط اللقطة كل بيقول رأيه آآ كوتوماتيك فكل بيخش يقول رأيه يعني من اول كلينة بوساكة دينا كلها بيقول رأيها ممتاز فانت طول وقت تتعلم يعني رأيك انت قلت وانت قلت حلالتي خلاص تبرا لقطة عليها جدل يعني محلل قال كلام ومحلل تانا قال كلام ومحلل تانا قال كلام بس بهاش كده كلينة اندك رأيه في حالة قبل كده آآ مش شخصي ما برضو ممتاز مش شخصي مش لجهاد ولا للحالة للحالة نفسها على فكرة الموقع ده بقى انت 24 ساعة في 24 ساعة بتشوف حالات الله وبتشوف قراء وبتتعلم طبعا مش عيب ده كل ده بيعلم انك كل ده انت خبرات بتضفها على خبراتك فطول الوقت انت بتتعلم فعايز اقولك التعليم التحكيم طول الوقت مجال خصب للتعلم طيب انت قلت لي انه انت كمحلل للتحكيم بتقول رأيك بناء على معطياته بناء على قانون التحكيم يعني بشكل علمي مش بتقوله رأي فني يعني أو رأي هوائي تمام بس هقولك برضو كمتلقي انا متلقي انا شوف الكابتن جهاد الرأي في حاجة قالب على قناة تانية لايسين الحاجة تانية خالص في نفس اللعبة ايس علي بقى كل جميل الكرة في مصر يقولك طب انا جماعة اذا كان هم مختلفين انا المفروض اعمل ايه يعني ما انا هاخد بقى الرأي ان انا عايزه عشان هو ده اللي هيمشي مع فرقتي ليه الرأي بيقى مختلف رغم ان احنا بنتكلم بالقانون ما احنا بنتكلم بقانون واعتبارات لكن في لقطات تحتمل ازاي شغل الرمادي هي مش لا بيض ولا سويت فتحتمل الرأي وعلى فكرة في اللقطات دي مع الفيفا حكم صح لما نختلف كمحللين او تيجي من لجنة حكام موجودة في اتحاد قري زي كان لجنة تتحكم أفريق لو فيه سبعة او ستة بيقولوا رأيهم واختلفوا الحكم صح وبالتالي احنا لو اختلفنا على قرار الحكم خده في الملعب احنا مختلفين احنا تورى بتتفرج وعلى اعتبارات وبترجع وتقدم وتشوف بالبطيء وتشوف الموضوع سريع واختلفت واختلفت بصبرت الحكم في الفقارات ده ممتاز فده بيحصل على فكرة في القطاط بس على فكرة العدد بتاعها ليتعدى الخمسة في المية اه اللي في العادي اللي في العادي تبقى واضح البقى يبقى خلاص بالتلال الأراءة كلها تروح في اتجاه واحد فالموضوع الموضوع بس احيانا بتيجي بحاجة منطقة رمادي زي بيقولوا كده في القطاط وبيضيف البطولات دايما صبرت الحكم هاي موسيقى